يتواصل عمل عيادات البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة هذا وقد أعلن الدكتور عمر قنديل رئيس البعثة الطبية المصرية بدأ عمل مسحات وأخذ عينات للحجاج لاكتشاف أي أمراض وبائية مع إتاحة المسحات السريعة لفيروس كورونا بالمجان لمن يرغب من الحجاج وصلت عيادات البعثة الطبية عملها على مدار الساعة لاستقبال ديوف الرحمن بمكة المكرمة وذلك لتقديم الخدمات الطبية والإلاجية بل والوقاية لهم بعد أداء من مناسك والتي حرص الأطباء خلالها على توفير أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لهم 19500 تردد على رعايدات الحالات التي تم تنهمها في المستشفيات خلال فترة الحج موسم الحج هذا العام في منهم ثلاث حالات تتعمل لهم تدخل جراحي كان كسور في العظم وفي حالتين تتعمل لهم أساطر ألبية وفي حالة تبعاً لها عملية زايدة بقية الحالات كانت هي علاج دوائي إحنا عملنا تعليمات أن بجميع المنافس بتاعة عودة الحجاج لجميع العائدين اللي عاوز يفحص نفسه واتمنع نفسه أثناء وصول المطار أنه هو يفحص نفسه مجاناً والحاجة الثانية كل واحد يبقى فيه عزل لما يرجع بيته يبقى فيه عزل ذاتي في المنزل عنده لمدة خمسة أيام وأنه هو يلتزم بارتداء المسك ده أنا النهاردة كمان في تنفيذ مسح للحجاج العائدين عشان نبقى عارفين إيه هي الأمراض الفيروسية اللي ممكن يكونوا راجعين بيها الحجاج الحالات معظمة تعاني من نزلات برد وإجهاد نتيجة للرحلة المقدسة كما تم تقديم الدعم النفسي للعديد من الحالات المرضية التي في حاجة مسى لذلك من خلال الأطباء المتخصصين إحنا قابلنا عدد من الحالات كان عندها مشاكل نفسية كانت موجودة روحنا تطمين عليهم هو معظم الحالات كانت محتاجة دعم نفسي قوي وكان في بعض الحالات كانت محتاجة أنها تحاول للمستشفى وعملنا تقارير بلاه وفعلا تم التحويل لبعض الحالات وتم متابعتها وكلنا كنا معاها كفريق علاجي وأنا كطبيب نفسي كنت بتابع الحالات وبشوف احتاجاتهم النفسية إلى جانب زميلي من الفريق الطبي اللي بتابعوا حالتهم الأضوية الأخرى ألم للحالات كان عنده غلطة وكان عنده مشكلة حيث أنه مش يقدر يحج وكان محتاج دعم نفسي قوي والحمد لله قدرنا أن احنا نتواجد جانبه وندعمه نفسيا بالشكل الكافي اللي راجع طبعا من غرام الجامرات فأقوله في بعض حيات بسيطة زي تسلخات ألام صداع ألام في العضلات الحاجات الحيات دي هاتسين بالبسيطة جدا أحنا بنتعامل معها وكل الأدوية متكتملة وكل الناس خدت علاجها كامل انتواني كافة لما يقدم لهم من خدمات علاجية وتشخصية بالمجان وعلى مدار الساعة قبل ما نروح عرفاط برضو كنا تعبانين وجيني هنا وصراحة جاءوا معنا بالفحص والضغط والحرارة وكل حاجة يعنيهم مغسرواش معنا ودونا الأدوية اللازمة عاملين الواجب والله عاملين الواجب ودونا العلاج اللي احنا هيزين الحمد لله ودونا العلاج لنا ويكشفوا علينا ربنا يحميه الحمد لله خدمة زي الفل وناس محترمة جدا في أي لحظة بالله يوم موجودين البعثة الطبية بسم الله ومشاء الله متابعين الناس كلها على أكمل وجه بصراحة يعني الخدمات التشخصية والعلاجية بل والوقائية التي تقدم على مدار الساعة بيادات البعثات الطبية انعكست بشكل إيجابي في توفير الأجواء الروحانية لديوف الرحمن التي تعايشوا معها سائلين الله القبول محمد حلمي التلفزيون النصري